وصلت القافلة الطبية بقرية بني قرى بمركز القصية في محافظة السيود فعليتها لليوم الثاني على التوالي ذلك دمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وضمت القافلة جميع التخصصات وتم صرف العلاج مجانا ووقعت القافلة الكشف الطبي على نحو ألفين مواطن خلال يومين كما أصدرت عددا من قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير القادرين عندنا في القافلة الطبية بنعمل كل أنواع الأشعاع العادية شاملة الأشعاعات على الأطراف وأشعاع الصدر وأشعاع البطن وعلى الفقرات القطانية العجزية وعلى كل الأشعاعات اللي بيطلبها الدكتور الجراحة أو دكتور المسالك أو طبعا دكتور العزعم أو دكتور البطنة كل التخصصات دي احنا بنعمل الأشعاعات بتاعتها وأشعاعات الأطفال والأشعاعات كلها بالمجان لجميع التخصصات وبنوفر على المريض أن هو يروح أي مكان عشان يعمل الأشعة دي طبعاً الأشعات كلها بتبقى كلها موجودة هنا الأدوية كتيرة ومتوفرة عندنا مخزون ست شهور المرحلة الصيدلية بيبقى في مرحلتين مرحلة الصرف ويتأكد فيها الصيدالي من اكتمال كل البيانات بتاعت التسكرة علشان هو المرحلة الأخيرة الصيدالية هي المرحلة الأخيرة بتاعت المريض فأي حاجة لو نسي تحليل نسي تحويل بيوجهوا ليها وبعد كده بيصرف له العلاج وبيعلم له عليه بالقلم البرمنانت علشان يتأكد ان هو فهم الدواء كويس جدا